جبنا موافقة من وزارة المالية ساعة وزارة الشباب والرياضة ساعة مع وزارة المالية اللي دفع خمسين في المية وقصين بعد كده اللي لم يحدد اللي ما سدتش استبعد ودي لجنة قرار يعني لكن دفع إصال تجديد السنة دي وكرناتهم يعني يوم واحد وعشرين كله يستلمها طريق حمد ومن شرق نروح لملف الكرة وأنت ضليع في هذا الملف وليك خبرات وليك صوالات وجوالات هل ممكن أن يكون هناك تدعمات لنادي الزمالك في يناير القادم؟ إحنا عندنا يعني أنا شايف رؤية من بيد لمد أخش المطبخ القروي لكن على مستوى المعلومات العامة اللي عندي إن الزمالك عنده بعض المشاكل رقم واحد هو فقط قيد ده شيء مهم جدا عشان تفكر فيه العيب يعني النهار ده ممكن أعد معه مهيب وأنا ما فقدش قطبيل لازمته يعني ففقد جدا شيء وأنا عرف أنه فيه خطوات من بعض الزمالكوية بيسعوا الحل بعض المشاكل وتعامل سندي خاصة من ناس محب الزمالك ونس من القايمة ونس من خارج القايمة ونس وش نازل انتخابات ونس وش أعضاء في النادي وإدروا جمعوا بعض المبالي حلت مثلا عقودة الأربع لعيبة المحترفين فعندنا رقم واحد وفق القيد رقم اتنين المدير الفني لازم يكون الجهاز الفني كله بلا استثناء يكون عنده استقرار نفس ومالي وآدى بيدخل النادي بيحوز احترام كل الناس كأدارة ولعيبة جزء الثالث اللعيبة اللي هم طبعا بشكورهم على على الفترة اللي فاتت انه هم حتى هذه اللحظة عندهم مستحقات من السنة الماضية لم يحصلوا عليها والحمد لله الفترة اللي فاتت تعرفت برضو ان اللجنة الحالية باستاذ احمد وطن واستاذ عمد البناني وايمن شعراء اتصرف أخذاء كبيرة من اللعيبة فعندك الفلوس القديمة بتاعت السنة اللي فاتت يعني اللعيبة يشكرون قطر خيرهم ان الـ 25% اللي هو العرف يعني على الموسم الجديد لم يحصلوا عليهم فعندنا التزامات الجهاز الفني التزامات اللعيبة عشان أقدر أحطوهم في الظروف الطبعية لأي فريق انه ما فيش ضغوط عليهم يعني اللعيبة ما بيلعبش وبياخدش فلوس فبتبقى فيه ضغوط يعني مثلا يعني أنا في حراسة المارمى طول عمري بعمل مراعية للتلت حراس بعمل لهم مكفاة طورة من بعض يعني كان أساسه والإحتياج دي بياخده ماء في المية والتاني بياخده 70 في المية طريق حامد وبنشرق ممكن يرجعه في يناير لعيبة كبار يعني وطبعا ضموهم نزة مالك شيء مهم جدا لكن هي الظروف الإمكانيات المادية والمشاكل لكن كل ما أقدروا عبين كل ما هو في مصلحة نزة مالك هتامل طيب لو شايفين إنه طرح حامد أو بنشرق بإمكانة نزة مالك تسمحه أو إحنا محتاجينهم أي إن كان لعيب شايفوا اللي أنا هو محتاجة نزة مالك هسعب كل الطر بكل الطر اللي أنا أجيبه طيب عندكم بلتين أول واحدة اللي أنا بالخفيف رجل أسوري مجاشي مبارح التدريب النهاردة مجاشي التدريب نسافر إيه الوضع أنا مساء مع أول مصفحة المعلومة دي مع أنت عارف أحداث الانتخابات وقدانا وكل خمس زايف في موضوع بنرد على العضاء يعني فيش تواصل بينك وبين حد في جهاز خلص لا يعني كان اليومين دولا تفضل أنت عارف الانتخابات بعد بكرة ما حصلش يعني أو ما عندي الصفة اللي أنا أتواصل أو بحتيش أول مرة حتك إعلامين أسمعها يعني أنا ما عارفش أنت عارفتها في الإعلام مسافر أنا بقول لك دي معلومة ممكن يكون مسافر النهاردة تدريب الزمالك وصوريه مش موجود مبارح تدريب نادزة أصلا فيش كده ممكن يكون واخد موافقة اللجنة موافقة إيه مش فان أو فيه بس الجواز بتاع المدير الفني بمدير الفني بنت عندك مطش مع سموحة يمكن عنده حاجة طريقة زغط وعيانة أنا معرفش الملابسات والمدير الفني لا يقدر أنه يقدر الفرقة غير ما بيعرض على الإدارة أنه هو مسافر يومين أو حاجة زي كده تمام ممكن يدي خصوصات للجهاز الفني إلا لو أنت عندك معلومة أقول لي عليها أنه هو مثلا مختفي بيومين لحاجة معينة لا أنا مليش معلومة لا أنا مش أخمن ليه أنا مليش علاقة أنا بديك معلومة صحيحة مية في المية أن الراجل مجاش نبارح التدريب ومجاش نعرضه التدريب وإزا مالك عنده ماتش بعد الثلاثة أيام ممكن يكون عنده برد أنا معرفش قلمه ولا بسات سداء ولا كرامب 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 طيب المفاجأة الثانية هو حركة تركز معها شوي هناك اتجاه كلام ده تسمعه قدام هجيني انت خباب بعد يومين ولا كورة لا ما انتكبت ناحمد برضو ما انتكبت مصر يعني أنا بكلمة كورة ما كنتش أكلم معاك في الكورة هكلم معاك كل مرشحين ماشي 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 انت لك حالة لأن انت كنت عدو مجلس إدارة وقدرت ملفات الكورة بشكل كبير جدا جدا ومدرب منتخب مصر في حرص المرمى حرص الثلاث يعني هكلم مين في الكورة بالعكس انت قدامي لازم هكلمك في الكورة اللي نزلين الانتخابات في الكورة ثلاث شام يكن وحسين السيد ووحمد سلمان طيب ركز معاشا دي مفاجأة من العيار السقيل هناك اتجاه في حالة عدم التجديد لفتوح ان الزمالك هيجمد فتوح ومايلعبش مع نادي الزمالك يعني ايه جمده ايه جمده ايه جمده سبع شهور لا مش هيلعبه سبع شهور ليه مش هيلعبه لان فيه كاس الأمم الأفراقية اه بس مش هقوله اكتر من كده يعني هو كل فتوح علاقته بنادي الزمالك منتخب مصر يعني انا برد على تسؤالات حضرتك كل علاقة فتوح فيه ترابط اللعيب عشان ينضم المنتخب مصر لازم يلعب في الدوء افرد اللعيب النهاردة انا مكلمش على فتوح افرد اللعيب النهاردة بيقديه قبل معسكر منتخب مصر اتصاب الموضوع ده مش هابدأ كده خلص الموضوع الراجل بيدور على كلام ده تسمعه قريب ايه ده؟ كلام ده تسمعه قريب تسمعه من مجلس اللي جاي ولا دلوقتي من مجلس اللي جاي مش عن مسؤوليتي انا لي اللي قاله وكلي اللعيب من ثلاثة ايام في التلفزيون تسعين في المية فتوح في نادي الزمان وقال انا خاله قريبه وانا سألت عليه قاله ده هو اقرب واحد لفتوح وفتوح لم يجلس مع اي مسؤول في الرياضة المصرية اللي بيحضر مقابلات فتوح هذا الشخص وهذا الشخص سألت 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 قاله الشخص ده فعلا هو المتحدث باسم فتوح هو قريب جدا منه وهو صلة قرابة واللي قاله في التلفزيون هو لانا مقتنع بي حتى زي اللعظة شايف ان طلباته مبالغ فيها لا كل اللي انا سألته بس عاد فتوح اه ان عاد فتوح حاليا هو مظلوم فيه الحق دي اللي هو السنة دي ده اكيد لا وخلي بالك عدو لا يمثل حاجة عندي يقين ان هو اللعب فري يعني انت لو هتشتري فتوح هتشتري ازاي يعني ايه فري انت عندك النهارده سلسل لا يعني فري يعني ايه يعني انت مش هتشتري الرجل يحق ليه التوقيع لأي حد زي معالي معلول دلوقتي هيبقى فري ماشا اه احنا فضل العناير قد ايه اه شهرين شهرين والمسلم يتبقى في انده اه خمسة شهرين خمسة اه اه انت بتتكلم في سبق ست ست ثمان شهور ثمان شهور اه فيه لعيب قدامي كده ثمان شهور اه وتجديد وقصة وحكاية راح جاية هاتلي حالة في مصر حصلت اللعيب عندنا ببيتنا والراجل زمال كاوي والراجل انعاز الاعلام يخفل الكلام كتير في الاعلام على موضوعه والناس تساعد على موضوع الاعلام وزي ما قلت وانا واثق في هذا التصريح ان لم يجلس مسؤول في النادي الاهلي فتوح لم يجلس عشان العكس يعني كبه كلمة باسم العيب عندنا فتوح لم يجلس مع مسؤوله ده على مسؤول الشخصية لم يجلس مع اي مسؤول جوالنادي الاهلي مثال يعني لان طبعا فيه انني سمعت انه فيه بيرامدس بيحاول وفيه عقود برا وده شيء وارد لعيب فيه لعيب وارد بيسمع ان كلام فيه لعيب في بيرامدس وفيه ده كل ده هيبقى تحت المنظر لكن فتوح احنا مندور دايما هدفنا عشان نحط بدأ نقط معاك الحروف هدف كحمد سليمان او مجلس ادارة يقوم موجود فيه هدف مصلح نادي الزمالي مصلحة نادي الزمالي في وجود فتوح هيسعب كل الطرق ان فتوح يكون موجود مصلحة نادي الزمالي ان يجيزه موجود هيسعب كل الطرق ان يجيزه موجود مصلحة نادي الزمالي انه مهيب يجي لعيب داخل نادي الزمالي هيسعب كل الطرق ان انا جيب مهيب داخل نادي الزمالي مصلحة الزمالي عندنا مهمة جدا هي الأساس في أي تعامل شو تقدر ركب بتاعي هابا؟